في مستهل الجسد العمل هاته قدم وزير التجهيز والماء السيد نزر بركة عرضا حول الوضعية المائية والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر الى منتصف يناير الفين واربعة وعشرين تسجيل عجز في تساقطات بلغت نسبته سبعين بالمئة مقارنة مع المعدل فيما بلغت نسبة ملء السدود ثلاثة وعسرين فاصل اثنين بالمئة مقابل واحد وثلاثين فاصل خمسة بالمئة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وقد مكنت الاجراءات المتخذة تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية لا سيما في اطار البرنامج الوطنية للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي الفين وعشرين الفين وسبعة وعشرين من تزويد العديد من الاقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الاخيرة ويتعلق الامر على وجه الخصوص بانجاز الربط بين حوضي سابو وابيرقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه باقادير واسفي الجرف الاصفر بعد ذلك قدم الوزير بين يدي صاحب الجلالة مخاططا العمل الاستعجالي الذي تم اعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية